موسيقى من تلاليوميار ونرسات نحييكم إليكم هذه النشرة الإخبارية نستهلها بأبرز العنوين الأرشماندري تيونان الصوري أسقفا على أبرشية زحلة للروم الأورتوذوكس البابا فرانسيس والرابط بين الانغلاق الذهني التكنقراطي والنزعة العائلية الأخلاقية البطريارك يونان عائلات الشرق مشارذمة أهالي القاعة يرفضون إقامة مخيم للاجئين موسيقى أهلا بكم في اليوم الثاني لانعقاد المجمع الأنطاقي المقدس لكنيسة الروم الأورتوذوكس برئاسة البطريارك يحنى العاشر في مقر البطرياركي البالامند انتخب الأباء راعيا جديدا لأبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما بعد أن قدم الميتروبوليت سبيريدون خوري استقالته بسبب عدم قدرته على متابعة عمله الرعائي بسبب الشيخوخة والأسقف الجديد هو الأرشماندري تيونان أنطونيوس الصوري وبذلك يكون الأباء قد لبوا رغبة أبناء أبرشية زحلة الذين كانوا قد نقلوا تطلعاتهم إلى البطرياركي حنى العاشر وإلى أعضاء المجمع الانطاقي مطالبين بأن يكون أسقفا فيه عزم الشباب وروحه كون الأسقف المنتخب يبلغ من العمر خمس وأربعون عاما ببركة سيادة راعي أبرشية طرابلس والكولة وتوابعهما الميتروبوليت الياس قربان تمت ترقية الأبطوني الصوري إلى ردبة إرشماندريت أثناء خدمة صلاة الغروب عيد ميلاد السيدة العزراء والتي أقيمت مساء الأحد سبع تسع من العام 2008 في كنيسة ميلاد السيدة العزراء في مطرانية طرابلس شمال لبنان ولد الأب المترفع في مدينة الميناء طرابلس في عشرين حزيران العام 1970 تدرج في الحياة الروحية بمعية وبركة قدس الأرشماندريت تومة بيتار مدبر عائلة سلوس القدوس دومة تلقى علومه الأولى في المدرسة الوطنية الأورتدوكسية في مدينة الميناء طرابلس حائز على إجازة هندسة إلكترونيك وكهرباء من كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية منذ العام 1994 درس اللهود بالمراسلة مع معهد القديس ساجيوس اللهوتي في باريس عبر مطرانية جبل لبنان وتخرج في العام 2006 حائزا على شهادة الليسانس بدرجة ممتاز وقبل أن يدخل الحياة الإكليركية عمل الأرشماندريت أنطونيوس في عدة مجالات منها إدارة مصنع لتصنيع الأنابيب إلى مديرا لتأمين الجولة ومراقبتها في عدة مصانع الأرشماندريت أنطونيوس حركي منذ الطفولة تتلمز في فرقة كان مرشدها الأخ كوستي بندلي عمل وتسلم العديد من المسؤوليات الحركية على الصعيدين الخاص والعام نذكر منها رئيس فرع الميناء من العام 2002 حتى العام 2004 رئيس مركز طرابلس ما بين الأعوام 2004 حتى العام 2008 أمين عام مساعد للأخر مون رزق ما بين الأعوام 2001-2003 مسؤول برامج الإرشاد في الأمانة العامة ما بين الأعوام 2001-2003 كتب العديد من المقالات لمجلة النور وله عدة أبحاث في مجال الدراسة اللهوتية كما له مجموعة مقالات وتفاسير في نشرة الكرمة التي تصدرها أبرشية طرابلس والكورة تتلمز في جوقات الترتيل الكنسي في كاتدرائية القديس جوارجوس الميناء فتتلمز على يد مؤسسها ومدربها المرتل الأول الأستاذ ديمتر أولى كوتية سيمة إبوزياقون في 24 حزيران من العام 2001 على يد سيادة راعي أبرشية جبل لبنان والبترون وتوابعهما المتروبوليت جورج خضر في دير ماريو حن دومة عائلة الثلوس القدوس وشماسا إنجليا في آزار العام 2005 في كاتدرائية القديس جوارجوس الميناء على يد راعي أبرشية طرابلس والكورة وتوابعهما المتروبوليت ليس كوربان وكاهنا في 24 تموز من العام نفسه في رعية الميناء وقد دعي كاهنا لرعاية الشباب في الأبرشية لحظه راعي الأبرشية فرفعه في 7 أيلول من العام 2008 إلى رتبة الأرشماندريتية في كنيسة ميلاد السيدة العزراء في الموترانية وفي 7 أيلول العام 2015 انتخبه أباء المجمع الأنطقي المقدس لكنيسة الروم الأورتودوكس ماتروبوليتا على أبرشية زحل وبعلبك وتوابعهما للروم الأورتودوكس إلى الفاتيكان حيث انتقد البابا فرانسيس التصرف الاجتماعي والسياسي الذي يظهر علامة تدهور وعنف وابتذال وازدراء دون عتبة التربية العائلية في حدها الأدنى وخلال المقابلات